مشاريع مركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح الوطنية وصلت إلى هذا التجمع البدوي الواقع على بعد أكثر من ثلاثين كيلو مترا غربي يا رامالله لإضاءة عشرة منازل بتركيب أنظمة الخلايا الشمسية المعتمدة لدى الجامعة منذ أكثر من 12 عاما طبعا استفدنا في عشر عائلات كانوا بدون نارة لا كان في ضوة لا كان في العتم يعني كانوا الحمد لله صار في عندهم ضو يعني صار في الصغار صار يكتبوا يقروا مثلا في الليلة راجعوا كتبهم شغلات هيك الحمد لله صار في نارة كويسة فمشكرين كل من قام على هذا المشروع مشكرهم كلهم واحد واحد على بعد عدة كيلو مترات من قرية دير قديس يقع تجمع العزازم البدوي الذي استهدفته جامعة النجاح الوطنية ضمن مشروع إنارة القرى النائية والمهمشة في إطار دورها المجتمعي لخدمة المواطنين حيث وفرت الإنارة لأكثر من 25 قرية وتجمعا بدويا هذا المشروع تم من خلاله إنارة عشر بيوت سكنية بقدرة تقريبا واحد كيلو لكل أسرة وطبعا مثل هذه المشاريع تساعد على ثبات هذه المواطنين في هذه الأرض وإحنا في جامعة النجاح يعني عادة عن الأهداف الأكاديمية التي تقوم بها الجامعة أيضا أحد الأهداف التي تقوم بها الجامعة هي خدمة المجتمع المحلي فمن خلال المراكز العلمية ومن خلال مركز بحوط الطاقة نقوم بتنفيذ مثل هذه المشاريع سكان هذا التجمع البدوي النائي والمهمش بدأوا منذ اليوم الحصول على التيار الكهربائي المجاني وبالتالي فإن أطفالهم سيتمكنون من الدراسة على نور الكهربائي للشموع وباتوا يستطيعون متابعة التلفاز وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 12 عاما يواصل مركز أبحاث الطاقة في جامعة النجاح عمله في تزويد القرى والخرب النائية بالطاقة الكهربائية البديلة من خلال مسؤوليتها المجتمعية كجامعة أكاديمية وجزء من المجتمع الفلسطيني وتسعى لخدمته في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في راسطانين فضائية النجاح من قرية دير قديس غرب رابا ترجمة نانسي قنقر